سياحياً وحرصاً منها على تغطية كل المناطق والمواقع السياحية بولاية بشار بشبكة اتصالات متطورة وحديثة تعمل شركة اتصالات الجزائر بولاية بشار على ربط المناطق السياحية بالعالم وتوفيرها بكل الوسائل التقنية بهدف تشجيع وتطوير السياحة الصحراوية محمد بخدا تتوفر منطقة بشار على مواقع سياحية آية في الجمال تشد سواح من داخل وخارج الوطن على غرار مناطق تغييت بن عباس وقصور الشمال ومن أجل توفير شبكة اتصالات سلسة على مستوى إقامة السواح عبر الفنادق والمخيمات تعمل اتصالات الجزائر على تحديث منشآتها استفادت بلدية تغييت بعدة مراكز متعددة التقنيات وحصة من برنامج 2000 كم من الألياف البصرية بفضل هذه المجهودات التي تقوم بها مؤسسة اتصالات الجزائر فيما يخص توفير الشبكة العنكبوتية للمساهمة في إعادة اعتبار الهيكل السياحية لإنعاش الاقتصاد الوطني اتصالات الجزائر رصدت أزيد من 12 مليار سنتيم خلال السنتين الماضيتين لفائدة منطقة تغييت بما فيها ربط المواقع السياحية والملحقات الإدارية التابعة للبلدية كل قرى بلدية تغييت مربوطة بالألياف البصرية وهذه الألياف البصرية التي اعطت نمط جديد للعيش للمواطن وسهلت لها عملية الربط بالأنترنت مؤهلات ومرافق كبيرة قادرة على جعل هذه المناطق ذات جاذبية سياحية داخليا وخارجيا